تحية شاب صحراوي باقر تحية وهذه الإطارة الفاتي لتحق حتى شعاره حتى الاسم له دلالة كبيرة جدا وجمعية صحراوي باقر هذه دليل ورسالة واضحة لنظام المغربي الرجعي العميل حتى لا تكون كلمة طويلة لأنه كلام له شجون يعني ما بين شعبين الشعب مغربي وشعب صحراوي لازل أتذكر أول زيارة كانت لي في 1200 وكانت بمناسبة انطلاق الكفاح المسلح للشعب صحراوي واليوم أتواجد بينكم لإحتفال لإحتفال محطة كبرى وهدف لنناظل وتناظلون من أجل تحقيقه وإنجازه وتحرير باقي الجزء المحتل هي الجمهورية العربية الصحراوي وهذا شرف لي أن أكون بين ظهرين قمليار لأن شمغ وقواه الحية اليساري الرديكال المغربي منذ تفكير في تأسيس جبهة بوليزاريو كان نقاش وكانت علاقة رفاقية ومضالية ما بين مناظل بيسار ماركس المغربي التوري مع المناظلين لأسس جمهورية لأسس جبهة بوليزاريو وهذا شرف لنا وشرف لكم أيضا بمعنى أنه لا فرق ما بين الشعب المغربي والشعب صحراوي ننادل ضد نفس العدو ننادل ضد نفس العدو وهو النظام المغربي الذي تواضع مع المحتل الإسباني وتواضع مع الإمبريالية وتواضع مع الأنظمة الرجعية لدعمته من أجل أن يفق حصاره وتقوية أركانه وهو بالتواضع على حزاب شعب آخر وهو الشعب الصحراوي ويجب أن لا ننسى المؤمرة الإسبانية التي حاولت أن تغطي على جريمتها بتسليم الشعب وأرض لنظام غازي ولنظام يعني حتى مشروعيته الآن والآن أصبحت قابة قوسين أو أدنى وأذكركم هنا أنه مباشرة بعد اعتلال الملك الغائب أو المسؤول الغائب أو الرئيس الغائب هو محمد سادس أن صدر كتاب هل يكون محمد سادس آخر ملك بالمغربي وهذه رسالة يعني الإمبريالية والغرب الذي يداعم هذا النظام يعرف أنه فعلا أنه هذا النظام أفقه ووجوده لم يتبقى إليه بمسبة لنا الزمن وشف السئب يعني وقت قريب جدا أعيدكم أنه نحن شعب مغربي قواه الحية المناطلة معكم وفي نداركم ومن أجل هدفكم وبداء كل أشكال التي يحوقونها لما فيه اتفاق المسلح ولا شعب في العالم حرر بدون اتفاق المسلح ولا شعب في العالم يعني يجب أن نقرأ التاريخ أنه الكفاح المسلح لأنه هذا حق مشروع تنصر كل القوانين والنوامس الدولية وتعرفه أنه لا حق بدون كفاح المسلح وليس بأشكال المخرى ممكن تكون كمساني ولكن وتعرفه أنه لا حق بدون كفاح المسلح وليس بأشكال المخرى ممكن تكون كمساني ولكن الكفاح المسلح سترحقهم بالنظام المغربي لأنه هذه حق يقيمها ليس باسم الشعب باسم النظام المغربي وهناك فرق كبير ما بين النظام المغربي والشعب المغربي يجب أن تفكر وتعجيلا بأنه هنا في المغربي أو في المغربي يوجدون ما يسمى الصامتون الذين يدعمون قضيتكم ويدعمون نضاركم ولكن ليسوا بقادرين على الحق المباشرة ولكن ليسوا بأن تعلموا النظام المغربي الحاليا منذ انتلاق الكفاح المسلح في محقة التانية أنه نصب نتهم ونوصف بالخائنين يعني ممكن أي منادر مغربي يدعم نضاركم يتهب أو يحاكم بالخيام ولكن هذا شرح لأنه من يدعم شعب ينادر من أجل تقرير مصيره ليس بخائن بل من منادر وعمالة النظام للكيام الصهيوني هي عمالة للنظام وليس لشعب مغربي كل الشعوب تعلم وتعرف بأنه الشعب المغربي هو الشعب الذي يناضم ويدعم ويمساعد كل الشعوب التواقع إلى التحرم وإلى الحرية بالفعل حاليا هناك قمع أعمى يمارس ضد المناظر للمغاربة يحاكمون بمحاكمات سورية يحاكمون ويمطاردون بل يجب أن تعلمون هناك العديد من المناظر المتواجدين بالمغربي ليسوا بيقادرين على العودة إلى البلد لأنه يعرفون جدا لأنه سيعتقلون في بوابة النظام ولهذا أنه لا يرهبنا اليوم الذي يدعون الرفاق والمناظرين والشعب المغربي إلى النزول من إطاحة بالنظام للعمير سنمزل وأختمه أدعم وأنادل بجانب رفاق السحراويين وأساني وأتضامن مع الرفاق المعتقلين بالسجون النظام المغربي بما فيهم رفاقهم أيضا المعتقلين في سجون النظام المغربي أرجو أن لا ننسى العديد من الرفاق الذين دارسوا بالجامعات المغربية لهم علاقات رفاقية مع مناضلين توريين مغاربة وينادلون في نفس الصف وفي نفس الموقع من أجل الحق والتعبيد عن قضيتهم والتاريخ يشهد إداري وأخيرا رفاقي وأخواتي وأصدقائي وأحبتي سنلتقي يوما وسنحتفل بالاستقلال جميعا لن تخافوا لا يهم من بع بل كل الشعوب من تناضل طبيعا هناك مثل عجلة سيارة هناك إدارات تروح وتغير يعني لا يخيفون هذا لا يخيفكم هذا بل من يخيفكم هو أن المناضل الأوفياء يجب أن يبقوا قابطين على الجمر كيفما كان الحال وأن هذه لحظتكم التاريخية لحظتكم التاريخية لحظة إهتسار قادم وشكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم هذا الشرف أخبركم 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 أخبركم